التقى رئيس عبدالفتح السيسي الرئيس الجنوب إفريقية سيريل رامفوزا على همشي قمة تجامع البريكس والمنعقدة بمدينة قازان الروسية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن الرئيسين أكدوا الاهتمام بالارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين لتكون مثالا يحتذا به لما يمكن إنجازه على المستوى القاري والاستمرار في تعزيز وتتبع وتطويع أطر التعاون على مختلف الأصعاد السياسية والاقتصادية والأمنية ما يعكس العلاقات التاريخية الوطيطة التي تجمع البلدين الشقيقين كما تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية حيث تم استعراض جهود مصر وجنوب إفريقيا تجه دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وأكد رئيسان مواصلة التشوري والتعاون في هذا الصدد على جميع المستويات بهدف التوصل لتهدئة بالمنطقة ووقف إطلاق النار بغزة ولبنان ومنع الانتهاكات بالضفة الغربية ودعم مصاري إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وفي ذلك السياق أكد الرئيساني ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة وأعرب الرئيس الجنوب الأفريقي عن تقديره لدور مصر الجوهرية في هذا الصدد هذا وبحث الرئيس السيسي ونظيره الجنوب الأفريقي سبل الدفع بأولويات التنمية الأفريقية على الأجندة العالمية وفي إطار تجمع بريكس الذي انضمت مصر لعضويته بشكل كامل حيث أكد الرئيسان حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتحقيق مصالح الشعوب الأفريقية والدول النامية